بحضور آمين الدولة في شؤون الخارجية هو أطمان جامي ممثلة لرئيس الوزراء احتفلت مساء أمس سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالبلاد بالذكرى السابعة والخمسين من عيد استقلالها كما حضر هذه المناسبة عدد كبير من الحيئات الدبلوماسية المتعمدين لدى البلاد التفاصيل لدى أبدالله حارون برما سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى البلاد تحتفل بذكرى السابعة والخمسين من عيد استقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي نالت استقلالها في عام 1960 من الاستعمار البلجيكي وبهذه المناسبة قدم سفير الكونغو الديمقراطية لدى البلاد تاتيز فيه خطابا مطولا خال فيه إن جمهورية الكونغو الديمقراطية دولة تربط الدول الافريقية المركزية وشرقية والاسترالية وتتمتى بألاقات طيبة مع البلدان وذلك بفضل السياسة الرشدة التي قام بها رئيس جمهورية الكونغو ديمقراطية جوزيف كابيلا والرئيس الشادي إدريس دي بيتنو لتعزيز ألاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين في إطار المصلحة العامة للشعبين الكونغولي والشادي موذكرا بأن رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو قد حقق إنجازاته على الصعيدين السياسي والاجتماعي حيث تمكن خلال ترؤوسه رئيس الاتحاد الافريقي بإتيان السيد موسى فاكي محمد على رأس مفوضية الاتحاد الافريقي كل ذلك يدخل في إطار نجاح الدبلوماسية الشادية في المحافلة الدولية والإقليمية